هدف اللي جي فيه بخطأ لكابتال شيف إكرامي أنا بشوف ان شريف يعني في الفترة اللي فاتت هو من أفضل حراس برما من مصر لكن في بعض الأخطاء أو بعض الأحيان عدم التركيز بيفرق معه شخصيا ويمكن كمان وجوده كان في النادي أهلي وانتقاله النادي آخر غير النادي أهلي برضو بيخلي الناس ممكن يبقى فيه أو فيه ضغوط عليه كبير يعني رأيك كابتال رضا في المارش النهاردة ورأيك في الخطأ بتاع الله يبارك له جد يعني النهاردة أنا لسه شايف الجن يعني الله يبارك له عمل هات وخد ما حصلتش احترانا كابتن يعني أخطاء يعني مش عايزين يعني فكرة التريعة لا مش تريعة والله شيف من الحراس النهاردة جدا وأكتر راح بيدفع عنه أنا لكن هو خطأ وارد لا لا يعني فيه أخطاء بتبقى غزبا عنه انما دي كرة في المتناول يعني من السخنة ولا كرة نار ولا الكلام ده يعني بقى يا عم حطها كده من فوق العرضة وهتطلع كرة تانية وأخذ بالك يعني ما تضيعش فرقة النهاردة مثلا لو كسب بيرامينز كان هيبقى 19 بند ترحيل كان هيبقى أول ولسه فاضل له ماتش مؤجل وأخذ بالك وهيبقى زي تركيزي أنا كابتال رضا ولا كان ما تعرفش السكة زيادة أو أنه هو حاسس أنه هي سهلة ما تعرفش وأخذ بالك بس برضو يعني أنا بكلمك بمتال أمانة مش أنت يا شريف مش أنت كحارس مرمى يعني إحنا مثلا لما بنقصوا عليك إحنا فيه ساعات بندفع عنك يعني مثلا فيه جون كان دخل فيه هو طار وهو رحلها فعملت بند في الأرض وقياة من فوقه فقلنا دي غصبة عنه دي الهواء والملعب والكلام ده نعم النهاردة كرة سهلة جدا يعني أنت بتضيع موجود فرقة عشان تنافس في كرة زي دي طبعا أنت ممكن ما تش النهاردة ده ما يخلاكش تاخد بطولة أنا بقوله في أفريقيا يعني كنت لو تعامل في أفريقيا قصد لا وهو كمان بطولة في الدورة ممكن ينافس لو النهاردة بقولك النهاردة كسب النهاردة بقى 19 بنت أعلى من الآله بس كان في شوط تاني لو إمكانات تفريق ما خلاص بقى في أحباط بقى ما أنت ما تعرفش الفرقة اللي قدامك بتلعب إزاي برضو ما هالنهاردة الراجل طلع ونزل وطلع ونزل عشان يكسب ومعرفش مع عمل التغيرات الشوط التاني كلها عشان يكسب ومعرفش لأنه خلاص فرقة أمبي وقفت الورا وركزت أكتر والروح عالية عندهم وكل الكلام ده هل فيه لعبة لسه ما زالت في بيرامز كابتن لسه ما تعقلمتش مع كابتن عبد جلال لا أنا شايف اللعيبة دلوقتي هي السبب لو حصل حاجة لفرقة بيرامز ما نفستش على الدول هي اللعيبة سيبك بقى من مدرب بقى وسيبك أنت عندهم كل حاجة متغفرة إيه اللي ناقصه رمضان رمضان كمان بقى كوي الجماهير لا أمو رمضان ماشي ده النهاردة شايت شوطة عشان خالي الغندور بس اللي بقيم هسك يقولك ما بيشوتش تشايت واحدة النهاردة طلق جد في القائم أخذ بالك يعني إحنا بنقول إن ده حتة الجماهير دي يعني إن هي يلعبوا من ما فيش ضغوط عليهم زلقال والزمالك لأن مهما كان برضو إن أنت بتكسب النهاردة يعني زمان تكسب المحل للنهاردة لو هيلعب بكرة مش عارف مع مين مطالب إن يكسب عنده بعد بكرة مطالب إن يكسب أما أنت محدش بيحط عليك ده أه بس وهم برضو مطالبين يا كابتن أيوة بس ضغوط الجماهير يا فقوق ضغوط الجماهير بتبع برضو بتزاوط طالب وإنت عارف أكتر وإنت داخل التمرين المطش اللي جاي وإنت خارج من التمرين المطش اللي بعديه وإنت غا مش المطش وإداء الدوري لأ ويأخذوا بطولة لأ ويتمعوا يقول لك قادنا الدوري عايزين الكاس عايزين أفريقيا عايزين مش عارف عايزين بيغلط يعني بس هي المشكلة إن حرس المرمى محتاج دايما عشان يبقى في الفورمة ويعرف هو وقف فين بتاعت التالي الخشبات محتاج ياخد مطشات كتير وما يبعدش يعني من الخطأ إن أنا قدي ده ماتش وده ماتش ده ماتش وده ماتش ده في هزة للتنين للحراس الخطأ وارد إنما زي بيقول رضا أنا بخبرات شريف ده كلها مش مقبولة من شريف مقبولة من واحد لسه صغير مش شريف في كرة زي دي خبرات يتقول الكرة جاية بتلفها ومش مظبوطة لازم واحدة واخلص ممسيكة ونزلة كده دعمة جودة وحاجة التانية رجوع امبي مش من السهل فرقة تكون مغلوبة زي امبي تكتكيا مع كابت حلمة طولار بيقدو بطريقة منتزة جدا مش من السهل إنها ترجع للمباراة وتفرد تالي هيبقى في صعوبة عشان انت سألت بتقول ايه طب مع امبي 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 مرجعش برامة زوكال لسه شوت كامل لأ ما خلاص التكتك بتغير الروح المعنوية بترتفع لكل اللعبة جوة من الملعب ومش هيفرطه في إنه يخش فيهم جون تاني وبالتالي عملية بتبقى صعبة جدا لأ وكابتن حلم كمان يا كابتن بقى ينزل يعني نزل كله مدافعين سواء مساكين او دفندراب في نص الملعب عشان يقفل بداية مساحات عليهم في نص الملعب بيعمل زحمة في نص الملعب الحاجة التانية والاهم إذا امبي ما خدش بطولة في الوقت اللحمة فيه ده زي برامت زي سوري زي ما امبي خد بطولة بعد كده فقفين ما كانت انطب بصر الله يرحمه وكان في وقت صعب إذا امبي بالإمكانيات دي ما خدش دلوقت برامت زي سوري مش هياخد بطولة ليه لأن لما هتتفتح المدرجات تبقى المباريات بجماهير كل الأندية اللي ملهاش جمهور هتبقى فيه صعوبة كبيرة عندها هيبقى عندها صعوبة كبيرة لما تروح تلعب الأندية اللي بجمهور وبالتالي مش هتبقى الماتشات صهلة في المتناول طيب رأيكم كباتا في ماتش سموحة وفوص موحة النهاردة طلع الجيش هل طلع